الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبتم وتاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزلا إذا رأت الفتاة العزبة أن النمل على شعرها في المنام علامة أنها تواجه الكثير من المشاكل في حياتها والله أعلم حلم النمل على الشعر في المنام علامة على مشكلة كبيرة يقع فيها صاحب الرؤية في عمله هذه الأيام والله أعلم رؤية الشخص أن النمل منتشر على شعره في المنام علامة أنه يهتم بشكله ونفسه بشكل كبير ومبالغ فيه والله أعلم رؤية النمل على الشعر في المنام علامة على كسرة القلق والتفكر الذي يقوم به صاحب الرؤية والله أعلى وأعلى تؤول رؤية قتل النمل في المنام أن صاحب الرؤية يستقوي على الناس الضعفاء والمساكين في حياته والله أعلم من يرى في المنام أنه يقوم بقتل النمل على ما أنه يسير في الطريقة الضلال المبين والله أعلم رؤية قتل النمل في الحلم إشارة على اتخاذ القرارات السيئة للغاية في حياة صاحب الرؤية وعليه التوبة والأوبة والله أعلم حلم الشخص أنه يقتل النمل في المنام يكون دليل أنه يقوم بأفعال سيندم عليها بشكل كبير الأيام القادمة في حياته والله أعلى وأعلم رؤية مستعمرة النمل في المنام علامة على مفاجأة سعيدة تحدث في حياة صاحب الرؤية هذه الأيام كما تؤول رؤية مستعمرة النمل في المنام علامة على تحقيق الأمنيات والأحلام بشكل كبير والله أعلم من يرى في حلمه مستعمرة من النمل وكان هذا النمل مصفوف طبور في المنام علامة على القرارات السليمة التي يتخذها صاحب الرؤية هذه الأيام بشكل كبير إذا رأى الشخص مستعمرة النمل في المنام علامة على خطوط سابتة أخذها صاحب الرؤية بشكل كبير في حياته والله أعلى وأعلم من يرى في المنام أنه يمشي على جسده نمل علامة على إصابته بمرض شديد رؤية الشخص أن هناك نمل على جسده بالكامل علامة على الحسد الشديد والمشاكل التي يقع فيها صاحب الرؤية والله أعلم رؤية النمل على الجسم في المنام إشارة على وجود أشخاص يتحدثون عن صاحب الرؤية بسوء والله أعلم حلم الشخص أن النمل يمشي على جسمه في المنام علامة على وفاة ذلك الشخص إذا كان مريض والله عز وجل أعلى وأعلم من يرى في المنام أن النمل داخل الأكل علامة أنه يتبع عادة سيئة في حياته مثل التدخين مثلا والله أعلم حلم الشخص أن النمل كان في الطعام علامة أنه إنسان يهمل كثيرا في صحته والله أعلم رؤية وجود النمل داخل الأكل في المنام علامة على ضيق صاحب الرؤية بسبب عدم قدرته على تحقيق الأمنيات والأحلام في حياته والله أعلى وأعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته